طيب الحقيقة وإحنا بنتكلم على المنتخبات الأفريقية الموجودة والمنتخبات العربية سواء عرب آسيا أو عرب أفريقيا بنتكلم في تونس والمغرب من أفريقيا وبنتكلم في السعودية وقطر من آسيا بنتكلم في الكاميرون وغانا وبنتكلم في السنغال بقية المنتخبات الأفريقية المشاركة منتخب مصر على طول تاريخه العريق مع كرة القدم باعتبره الرائد في القارة عنده ثلاث مشاركات في كاس العالم وكأنه مكتوب علينا الغيبة الطويلة نروح سنة 34 وقت ما كان كل الدول الأفريقية المشاركة والعربية تقريباً ما عندهاش مقاومات دولة بعد كنت انت في كاس العالم البطولة دي الريادة دي هي الريادة المبكية بالنسبة لنا الريادة اللي تبعث على الحصرة بجد انت كنت في كاس العالم سنة 34 ثم غيبت طويل جداً ورجعت روحت سنة 90 وغيبت تاني ورجعت سنة 2018 المسافات البعيدة بين كل مشاركة بتكشف عن اولاً انت بتفتقد نظام كروي سليم انت بتروح بالصدفة ما عندكش نظام كروي حقيقي يفضي الى تفوق دائم يضمن لك المشاركة ما بتروحش باقوى العناصر لديك يعني احنا الجيل اللي هو اللي كان ممكن يحقق نتائج على مستوى العالم جيل الكابتن حسن شحات جيل الكابتن الجيل اللي كان تحت رعاية الكابتن حسن شحات وجيل حسن شحات نفسه الخطيب وفاروق جعفر في السبعينات جماليان لعيبة مرعبة ورغم كده ما حققش شيء طيب وقتها في السبعينات ما كانش عندنا تنظيم حقيقي لكن بعد ما روحنا تسعين فرضنا الاحتراف فرضنا نظام مشوى بعدنا عشوائية حقيقية يعني ما كانش عندك تنظيم قننا العشوائية لا ما كانش عندك تنظيم حقيقي أصبح عندك عشوائية حقيقية حقيقية ثم انتهت المسألة انك انت من بعد 2018 دخلت في التخبطات كتير جدا العشوائية اللي موجودة خلتك مثلا تصنيفك يتأخر كتير ما بتلعبش مطشات دولية وما بتفهمش ليه ثم لما بتلعب فيه اهمال وبعدين لما بتجيب مدربين هم شايلوها لكابتن حسام البادري خلاص ماشي انا حسام البادري لسبب او اخر مش عايز العب انا عدل القيام فين نظامك انت اللي بفرده فينك انت يلي عندك الرؤية اللي بتقول لا العب لان احنا لو غبنا تصنيفنا هتراجع مهم مش بمزاج الكوتش هو لو عارف ان ده مفترض ان هو السبب وانا اشوك ان يكون هو السبب لان وضعنا ما كانش فيه رغبا رغبا ان يلعب المطشات دي مش عايزين نراجع للماغ يعني وبعدين ما هوت ما تجيب لي راجل مدير بنكي ورئيس الاتحاد هو ده يعني لم يمارس العمل الاداري في الاتحادات ولا قبل كده كل دوره نتعين في في نديف فطرة من الفطرات مش هو ده يا جماعة التخطيط هو راجل اجتهد خلاص انا مش بحجمه الراجل اجتهد ولكن حيغيب عنه نقطة زي دي ما كانت لتغيب عن حد محنك في الادارة الكروية ابن اللقبة عارف ان اللقمة ما نقدرش نغيب حاليا ايه اللي بيدير يعني حتى لما قلت انتخابات ما بتفردش وما بتقدمش العناصر اللي فعلا مؤهلة وقدرة عليها تعمل رؤية وتدير بشكل صحيح ليه بقى انت طرمت وشوهت مهمة الجامعات العمومية ما اصبحوش بيؤدي الدور بتاحهم معذورين هم غارقين في مشاكل بتتحلهم وقت ما قرب الانتخابات بتتحل بنوع من ايه الاستقطاب هم مش عايشين مع انك لو قعدت مع كل واحد فيه مونالية تجارب مع كثير من منهم مش راضيين عن الاوضاع وشافين ان ده غلط ما بتحلش يا استاذ ابراهيم فيه الرياضة ليها قبل هنا في مصر ومحطوطة في الدستور امن قومي مطلوبه يتقل ايه القيادة السياسية تنظر الى الرياضة انه امن قوم اللي دستور بتاع بيقول لك كذا بترتبط بصحة الشعب العامل الله وبترتبط بمشاعر الشعب وبينزل رئيس الدولة يركب عاجل وينزل ساعة خمسة صب عاج يقول لك عاج يقول لك الرياضة وكمتها في حياتي طيب انا بعد ما اكون مقاليد الرياضة في ايدي عندي عندي مهمة ان ازمت اداء هو ممكن يكون مركز اكتر في نشر اللعبة والعناية بمراكز الشباب ممكن لكن مين قال ان اقطاع البطولة ده اقطاع البطولة ده هو الفاترينة بتاعتك اللي بتقول وحتعلم كل الناس بما فيها المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمؤسسات الصغرى والكبرى الكورة الرياضة ليك نجاحات فردية في الرياضة لكن ما فيش استراتيجي ما فيش سياسة ما تقدرش تقول ان دي يعني تبص تلاقي ضحايا صراعات المسارع ضحايا صراعات الاسكال ضحايا صراعات بتتحرم من بطولات وميداليات عالمية نتيجة هذه الصراعات ما حدش بحل والحل مش ضروري بالحل الحل بالقاعدة في كبير هنا للرياضة لا انت هو فيه كاش في حساب حيتقادم عايزين ايه لو انت خدت الامكانات دي شغلك حيبقى سليم مش هسمع شكوى اه طيب اتفضل وحسبك ويبقى فيه حساب انما تتروح تكتشف الخطأ وبعدية تقول مش من مسئوليتي ان انا اخذ القرار طب ما خلاص ده انت كده ايه يا ريتك ما روحت لان كان خايف اللي انت رحت عزبه ده كان خايف انك تروح له فانت رحت له معمدت ايش حاجة حيخاف من ايه بعد كده طيب ده انت لايص وانت متحسر على غياب منتخب مصر لانك انت بتفتقد النظام الكروي السابت منتخب ناشئين تقريبا لم يتأهل لكاس العالم في مرحلته السنية من سنة سبعة وتسحين لما انت نظمت البطولة فانت انت ما عندكش النواهي الحقيقية اللي بتبني عليها فعايز النتيجة تبقى ايه ثم منتخب اول احنا وصلنا الفترات ان انت بتجيب مدرب لمدة خمستاشر يوم وبتشيله ازاي جبته وازاي شيلته وازاي جبت كروش وازاي مشيته ثم ازاي بترجع تجيب مدرب اجنبي وهكذا انت بتفتقد الاستراتيجي السابت ما عندكش نظام كروي ما عندكش عناصر حتى اللي بتدير تملك هذه الرؤية وما جمعية عمومية بيتأثر كتير على قرارها ففي النهاية بيكون الاختيار والانتقاء بهذا الشكل ضعيف جدا في المكون العام بتاعه اداريا كل اهل الخبرة وكل العناصر الصالحة انها تقدر تدي نموذك حقيقي بتبتعد لانه مناخ فعلا لافظ ما هواش جاذب للكفاءات ما فيش تمكين حقيقي للكفاءات الادارية الصالحة فعلا واللي قادر تخلق نظام ثم ما عندكش نظام حتى لمسابقاتك احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا هنلعب بطولة كاس مصر بتاعت السنة اللي فاتت وهنفضل في الديلامة دي كتير فانت على كل المستويات عندك عشوائية حقيقية بتكون نتيجتها مع كل كاس عالم الا القليل ما ينبنى الا الحصرة وانحنا نقول كنا وكنا 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 هناك في سنة 34 لكن للأسف هكذا اصبحنا اليوم نتابع كل كاس عالم من مقاعد المتفرجين فقط نتيجة ايران النهاردة بتقولك البلوة اللي كنا فيها والنصيبة اللي كنا فيها اي اللي كان الناس فرحانة اوي انت عايز ايه تلعب تفاينة وخصرت بضربات الجزاء في الامم الافريقية وخصرت في ماتش المباركة التقيل بضربات الجزاء عشان انت فرحان وشاف ان السنغال اقوى منك بكتير لكن لو انت مقتنع ان انت اقوى وان ده مكانك الطبيعي انك تكسب دي وتكسب دي والمدرب قادر يعرف هويتك لكن ده جاي بيجرب فيك وضيع تلت اربع مفيش مدرب جات له فرصة زهبية زكيروش ده لعب كاس العرب بدون ضغوط ايه وبعدين حول كاس الامم الافريقية الى انها وسيلة للاعداد ايه ده ايه 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 الاستهتار بمشاعر ايه المواطن الكرة والمصري ده ايه والناس فرحانة وعملين يدفعوا ايه ده كويس اللي ما رحناش كاس العانو والراجل ده معانا كننا احنا ستة دول من نصير ناحنا اي طيب موسيقى موسيقى